اهلا بحضراتكم مرة تانية ودون اي اطالات اتنين موزعين في فقرة واحدة تبقى صعب فانا هقعد ساكت المرة دي كتير جدا مرضو علشان اسمع كتير من الزميلة الرائعة الادعية والكاتبة شيرين عبدالخالق صاحبة كتاب البابا تغادرس الثاني سنوات من المحبة لله والوطن من وراءنا انا بشكر حرارك جدا واذا كانت المهمة صعبة فهي صعبة علي انا لا خالص والموزيع بقى موزيع وما فيش ما بين الزملة حضرتك وبتاع الكلام ده ما فيش كلام من ده طيب نحن نهارده عندنا يمكن من امبارح نهارده وبكرة ويوم السبت في الزيارة تاريخية وشديدة الاهمية من قداسة البابا تغادرس للبابا فرانسس بابا الفاتيكان وعلي لم نجد اجمل ولا اروع من هذا الكتاب بحيث ان احنا نناقش ولو بعض منه في اطار هذه الزيارة انا اول حاجة هسألها لك يا شيرين ومن غير القاب وما تقوليش ايه حاجة غير يوسف بس تمام ايه سر انجذابك لانك تعملي هذا الكتاب مع صاحب القداسة الحقيقة ممكن الاقي الاجابة عندك لانك طبعا لما قابلت قداسة البابا اكيد حسيت نفس الاحساس اللي انا حسيته الحقيقة انا معجبة جدا بشخصية قداسة البابا من اليوم الاول اللي تم اختياره فيه بالقرعة الهيكلية لأسباب كتير بابا جديد يأتي في ظروف حالكة في منتهى الصعوبة في وقت كانت مصري فيه في عنق الزجاجة وارتباط كبير جدا على الاقل روحيا ببابا العرب قداسة البابا الشنودة سواء من شعب الكنيسة او من جموع المصريين او جموع الاقباط على مستوى العالم فكان هذا الرجل في مهمة اشبهها دائما بأنها مهمة انتحارية فكان امامه اختيارات كتيرة جدا اما الانحياز الى الكنيسة القبطية الوطنية وللوطن او لا قدر الله انه يكون فيه فكرة اخر فاثبت قداسة البابا فيه كل موقف مرة على مصر وفي كل موقف مرة على اقباط مصر انه رجل وطني حتى النخاع فالحقيقة كان حلم بالنسبة لي ان انا التقي قداسة البابا وتحقق الحلم من خلال حوار اداعي مطول شرفني بيه كان اول لقاء لقداسة البابا في الراديو والحقيقة انا لقيته معجب جدا بالراديو بالاداعة المصرية ومن هنا بقى كانت البداية انتي بتتكلمي وقداسة البابا احنا جايبين جانب من كلمته اللي القوها في الفاتيكان النهاردة وبالمناسبة دي اول مرة لتحديث باتريارك الكرازة المركزية انه يلقي كلمة داخل الفاتيكان وفي هذا اليوم وفي هذا الاجتماع دي حاجة ما حصلتش هي الساحة اللي احنا بنشوفها دي هي حاضرة الفاتيكان ساحة القديس بوتروس وتاريخيا يعني بيجلس فيها بابا الفاتيكان فقط ليتحدث الى محبي ومريدي والمؤمنين المسيحيين من كل انحاء العالم فدي لأول مرة تاريخيا يتواجد بابا اخر فده دلالة محبة كبيرة جدا انا هستغلك يا شارين في الموضوع ده طبعا يعني انت الان في موقع المزيعة بتاعت الحلقة ولو عمنيتي او هقولك بعد اذنك علقي على هذا المشهد التاريخي اللي ما حصلش في تاريخ الكنستين قبل كده طبعا هو مشهد بيدعو الى سلام العالم ومحبة العالم بيجمع بين البابا وين الكبيرين قدست البابا توادرس اثاني بابا الاسكندرية وباتريارك الكرازة المرقصية وصاحب الكرسي الرسولي الوحيب في مصر وافريقيا وشرق الاوسط وطبعا قدست البابا فرانسيس اللي بيقود كنيسة من بين مريديها مليار واربعة من عشرة فلنا ان نتخيل هذا اللقاء الجميل الذي يجمعه المحبة فقط وفي تصريحات لقدست البابا على الصفحة الرسمية للكنيسة قال ان اليوم وفي تصريح اخر ايضا لقدست البابا كان تحدث فيه عن انه لن يتم توقيع اي اتفاقيات مثلا او يعني ان هذه الزيارة هي زيارة محبة خالص سلام ومحبة فقط بصدر في المطلق اه واسمح لي حريك اتوقف عند مشهد الحقيقة غير متكرر اليوم يهرب تقول المشهد اللي في بالي اليوم اكيد قداسة البابا فرانسيس يعني بتواضع شديد انحنى مقبلا صليب قداسة البابا توادرس يعني فيه محبة واخاء ويعني وجمال انا بنقول عن صليب المصر ان ده بتعمل عندنا احنا من الجنة الرهبان في الاجيرة بيعملوا وفيه حاجة لمحة جميلة اوي كان عملها برضو قداسة البابا فرانسيس في زيارته المصر 2017 كان قبل الزيارة دي سبقها زيارة لقداسة البابا توادرس سنة 2013 بعد توليء الباباوية يعني بشهور قليلة جدا يوم 10 مايو اللي هو يوم عيد المحبة وممكن بعد كده نوضح للناس ليه اليوم ده اختير اليوم ده فوقتها هو اهدى لقداسة البابا فرانسيس هذا الصليب المصري الجميل اللي مصنوع بايدي الرهبان في الاجيرة المصرية فقداسة البابا فرانسيس بذكاء جميل وبفترة رقية جدا لما رد الزيارة هنا في مصر كان بيرتدي هذا الصليب تقربا لجموع المصريين على اعتباره ان هو رمزية جميلة وهدية جميلة من قداسة البابا توادرس فالنهاردة يوم تاريخي على كل المساويات حتى الكلمة اللي قالها قداسة البابا فرانسيس النهاردة لما دعا لشهداء الكنيسة في ليبيا كانت برضو لفتة كريمة جدا من قداسة النهاردة يمكن انتي لفت النظر لانه على يوم المحبة احنا نتكلم على خمسين سنة على هذا اليوم ويمكن كان قبلها اكتر من الف وخمسمائة سنة كنا بعادة عن بعض الكنيستين خمستاشر سنة فعلا هو اللي حصل انه يعني التقارب بدأ طبعا في وقت قداسة البابا شنودة وتحديدا يوم عشر مايو عام 1973 لما قداسته قام بزيارة مهمة جدا لقداسة البابا بوليس السادس وعلى فكرة بالمناسبة دي الفاتيكان اصدر النهاردة كتاب تاريخي عن تاريخية العلاقة ما بين البابا بوليس والبابا شنودة وايضا عن العلاقة ما بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة القبطية الارثوديكسية في مصر وده حدث برضو تاريخي بالنسبة للفاتيكان وعلى فكرة مين كاتب التقديم بقى بتاع الكتاب قداسة البابا فرانسيس وقداسة البابا توادرس عايز اقول لك دلالة كمان مختلفة قوي لو سمحت لي يوسف النهاردة يعني يوسف الحسيني وشيرين عبدالخلاق هنا اتنين مسلمين اقباط مصريين ونتحدث بمنتهى المحبة عن بابا المصريين فده في حد ذاته له دلالة وعلامة اللقطة اللي كنا بنتكلم عليها جميلة واجب التنويه كميلي كلامك جميلة اللقطة جميلة وتاريخية واعتقد انه بنهاية هذا العام لو اختيرت لقطة لهذا العام قد تكون على رأس الصور يا انا اعتقد انه ده اكيد او هتتصدر انه ده اكيد انها لازم تتصدر لقب وتحتل لقب لقطة العام فعلا يعني بالضبط وكي يوسف الحسيني وشارين عبد الخليل يتحدثون بكل المحبة بالضبط عن قدسة البابا عن قدسة البابا وده له دلالة وفي دلالة كبيرة جدا في الكتاب لو حرك سمحت لي ارجع لها انه يعني يوم حفلة اوقيع الكتاب انا كنت يعني عندي مشاعر متضربة جدا ففي جملة انا قلتها ومازلت مصر عليها انه ليس ادل على سماحة قدسة البابا وقلبه الكبير انه اختار امرأة مسلمة محجبة ليضع فيها ثقته لساعات طويلة جدا امتدت على مدار اربع سنوات عشان يخرج الكتاب دلالنور شيرين ادو انا اظن ان احنا كان لازم نتخطى كل هذه الامور من بدري جدا لان انا دايما ما بفهمش هو احنا ازاي كان ممكن ولو جانب من المجتمع او جانب ضئيل منه يقع في الفخ ده فخ ان هناك مسلم وان هناك مسيحي داخل نفس الوطن لانه المفترض ان احنا ما يبقاش بيعنينا مين مسلم مين مسيحي مين يهودي مين ملوش دين يعني مش موضوعي انا اللي موضوعي كله انه مواطن مصري على كامل مبادئ المواطنة فقط لغير وبعدين انا عايزة برضو يعني طبعا من خلال منبر حضرتك المتميز ان انا اقول انه قداسة البابا توادرس بقيمته وقاومته الدينية والكنيسة القبطية بوضعها على مستوى العالم وهو واحدة من القوى النعمة لمصر العظيمة طبعا يعني النهاردة لما نشوف ازاي بيتم استقبال قداسة البابا معالي السفير محمود طلعت سفيرنا في الفاتيكان كيف تم استقباله بالورود ازاي اكبر رموز الكنيسة في الفاتيكان كانوا في استقباله في برنامج حافل للزيارات ومتاحف لانهم كمان بيستقبلوا اكبر قيادة روحية ارتودكسية بالضبط بكل هذا الحب ممكن يكون في استقبال رسمي ده عادي يعني يكون هناك استقبال رسمي ده امر مفرغ منه طبعا لكن ان يكون هذا الاستقبال بالورود بالحب بترتبات كبيرة بالشكل ده على فكرة قداسة البابا ايضا سيصلي في ايطاليا يعني قداس ضخمة هيجمع يعني المسيحيين الاقباط على مستوى العالم مش في ايطاليا بس يا بغت الله هيحضر ده قداس تاريخي اصله يعني ممكن نتابعه من خلال صفحة الرسمية المتحدث باسم الكنيسة برضو يعني كأننا شوفه هنت عارفة يعني حتى بحسنا المهن يعني انا او انت وغيرنا من الزملاء حضور حدث عظيم زي ده ليه طعمه ليه زائقة مختلفة تماما بس هرجحك على مسألة مش عارف انا بشوف انه المسيحيين المصريين مختلفين عن كل مسيحيين العالم ده ايه هذا بتكلم على المسيح الارتدوكسي وبتكلم على المسيح الكاتوليكي وبتكلم على المسيح الانجيلي وهكذا ايا كانت الطائفة اللي بينتمي لها كمسيحي او الملل المختلفة هو مختلف لمجرد فعلا ودون اي شوفينية انه مصري ده ايه زي المسلم المصري مختلف انا بنتي كانت بتدرس يعني لغاية من سانع بس كانت بتدرس في واحدة مدرسة الرهيبات فعندي قطاع عريض جدا من الامهات هم صديقات لي ومن البنات صديقات بنتي يعني مش عارفة اقول له حديدك ايه يعني عن الكميونيتي ده او عن المجتمع ده يعني ده مجتمع جميل جميل يدرس يعني نتمناه في كل مدرسنا والله وقص لي زمان كان دايما الاقبال الشديد جدا 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 على الحاق الاولاد والبنات بالمدرس انهم يخشوا المدرسة بتعطينابات يقول لك بص بتتعلم وبتتربى بالضبط احسن تعليم احسن تربية ده اللي كبرنا عليه بصراحة شديد انا مش عارف هشكرك ازاي مش بس على الكتاب لانه ده هيبقى شكري متأخر حبتين يعني بس انا هشكرك اكتر لما هتعمليلي اهداء بخط ايدك في الكتاب واشكرك على تلبية دعوتنا النهاردة نورتينا وشرفتينا واشكرك كمان على مساعدتك ومشاركتك ليه في التعليق على زيارة قداسة البابا توادرس للفاتيكان نورتينا حقيقي بشكر حقيقي جدا فريق العمل على الاطلالة دي ده اللي شكرا وخلينا احنا الاتنين بقى ايوا نقول شكرا قداسة البابا ومنتهى لامتنان حضرتك وجهتنا المشرفة في مصر وخارج مصر بكل الوطنية وكل المحبة لهذا الوطن مما لا شك فيه بشكرك مرة تانية وربنا يرجع لنا قداسة البابا توادرس الثاني بالسلامة بإذن الله بعد زيارته لروما والفاتيكان كل الشكر للزميلة الإداعية والكاتبة شيرين عبدالخالق صاحبة كتاب البابا توادرس الثاني سنوات من المحبة لله والوطن هو كل الناس بتحب الوطن احنا مش مختلفين بس حبوا زيادة حابتين ما يجراش حاجة خلصة الحلقة الحد كده لو كان لنا العمر ان شاء الله لا استنوا الاول كريم رمزي هيبقى داخل حلقة نوبرنامجه رقم عشرة اما احنا لو كان لنا العمر ان شاء الله نقابلكم يوم السبت الجاي في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعان سلامات اشتركوا في القناة